السلام عليكم و اهلين فيكم في فيديو جديد و اليوم نزلت قبل معانا IOS 60.1 الارسي او النسخة النهائية هذه النسخة اي شخص يحملها الان اذا كان عندهم حمل بروفايل حق البيتا وحمل هذه النسخة فاعتبر خلاص هذه النسخة النهائية اللي راح تنزل حق الكل الاسبوع القادم يوم الاثنين القادم بعد الساعة ثمانة اللي مساء بتوقيت السعودية فهذه النسخة اذا حملت الان خلاص ما راح تنزل لك النسخة يوم الاثنين لانه هذه نفسها اللي راح تنزل يوم الاثنين اذا ما صالت فيه مشاكل نزلت قبل نسخة ثانية راح نعرف شو تسوي لكن المهم مثل ما نشوف كنتانا في البيتا الخامسة من تحديثي من البيتا الخامس الى النسخة النهائية هذه الارسي مثل ما نشوف الحجم كبير وما في بلت نمبر هنا في النهاية حرف فاذا ما في بلت نمبر في النهاية حرف عرف انه خلاص هذه نسخة نهاية لحق الكل وحجمها كبير معروف خروجك من نسخة البيتا الى النسخة النهائية او دخولك من النسخة النهائية اللي بتخش مثلا بيتا فراح يكون حجمها كبير وانه بيحمل السوفتير مرة ثانية او يعيد قراءة السوفتير مرة ثانية في الجهاز فهذه النسخة النهائية LiOS 16.1 راح تنزل يوم الاثنين القادم وبرضو هذه النسخة كلها اللي راح تنزل الاسبوع القادم يوم الاثنين عندنا LiOS 16.1 الارسي وهذه وهذا البلد نمبر راح ينزل حق الكل يوم الاثنين القادم وبرضو واخيرا LiBad OS 16.1 البلد نمبر هده ورح ينزل حق الكل يوم الاثنين القادم والماك OS برضو اخيرا 13 وهذا البلد نمبر في النهائي مثل ما نشوف والواتش OS 9.1 راح يكون هذا البلد نمبر في النهائي اللي راح ينزل يوم الاثنين القادم وبرضو TVOS 16.1 وهذا البلد نمبر والiOS بعض الأشخاص يقول لك على الجهزة اللي واقفة على ايوز الايفون مثلا 6s راح ينزل لهذه السوفتوير فإن شاء الله الاثنين القادم هل راح يكون فيه ميزات؟ بعض الأشخاص يسألوني لا لأن إذا تحدث مثلا طبعا قبل ما راح تسويها مثلا من الايوز 15.7 صار ايوز 15.8 يعتبر في ميزات لكن تقيير في الرقم الأخير الثالث مثلا بوينت مثلا نشوف 15.7.1 ما فيه ميزات لأن الايوز 15.7 هذا آخر ميزات إذا نزل 15.7.3 15.7.9 15.7.12 آخر رقم فما يعتبر فيه ميزات لأن الرقم الثاني يكون فيه ميزات والرقم الأول يكون ميزات قوية فنحسب هكذا لكن فيه تحصينات تعديلات مشاكل في الشبكة مشاكل في أمان الجهاز من داخل أشياء دي فيعتبر هذه التعديلات هنا طيب خلنا نتكلم لكم عن من الايفون نتكلم عن الايفون نحين الايوز 60.1 ما اللي بيجيب لنا أكثر من الايفون 60.0.2 ما اللي بيجيب ميزات جريدة إذا حدتها حق هذا السوتين طبعا أمان رح يكون أفضل من السوتينات اللي راحت وبرضو تبات لحق النظام وتعديلات لحق المشاكل وفيه برضو ميزات من 60.0.1 أو 60.0.2 إلى 60.1 الرقم الثاني يتغير فيه ميزات أول ميزة مثل ما نشوف الآن إذا كانت عندك مباراة إذا كان عندك أوبر طالب أوبر راح تشوف في نفس الجهاز من تحت عندك راح يمشي عندك مثل ما نشوف لايف لحق الوجز نفس السيليين وصل لك الشخص إذا كان عندك الجهاز الجليد فرح يكون عندك مع الديناميك آيلاند راح يكون عندك هذه الميزة فوق فإذا كان عندك برامج لحق مباريات أو الأشياء ما يحتاج تفتح البرنامج ولا يجيك تنبيه كل مرة خلاص مبارا عندك وجودة راح تشوف كل شي هنا ومشي معاك يعني وبرضه في ميزة الثانية وأقوى ميزة وأفضل ميزة ألا وهي البطارية الآن النسبة تقدر تحطها لو تخش في العددات البطارية وتضغط هنا نطول تروح لحق البطارية النسبة المهمية لحق البطارية حطوها في الايو سيكستين لكن الآن صار النسبة مع الخلف البطارية يتحرك معانا يمشي كانت في السوكتير اللي راح ما تبش معاك تكون ذاك كاملة بس الأرقام اللي تنزل إلى أن توصل عشرين بعدين تنقص فالآن الخلفية تبشي معاك حب حب عندي تسعة وخمسين وبرضه تبشي معانا فهذا التحسين الجليد اللي حطت لك إياه هنا في الايو سيكسين بوينتوين طبعا هذي أتكلم لكم عن اوبر اول حق الايو سيكسين بوينتوين وبرضه ميزة جليدة في برنامج اللياقة بدون ما يكون عندك الابل واتش ما يحتاج يكون عندك الابل واتش بالجوال نفسه يحسب لك كل شيء فهذا الميزة الجليدة في الايو سيكسين بوينتوينتوين وبرضه هذه الميزة مش في جميع الدول على حسب الدول اللي عندك لكن خلشت البطارية الآن وروحت لحق صحة البطارية في خيار جليد من انو يشوف عندنا الانتحد الشحن باستخدام طاقة نظيفة على حسب الريجل الحقيقة تضغط معرفة المزيد وراح تشوف الكلام كل هنا ومش الميزات هذه وكل شيء على حسب الريجل حق طبعا الى الان محططها بلنا الى الان بيتا هذه النسخة لاتكلمكم عنها الان مش في جميع الدول فما رح تتكلم عنها كثير لكن ميزة موجودة عندك هناك رح تكون تحت ومثل ما قلت لكم ومش جميع الدول طيب نرجع لكم حق ميزة ثانية برضو رح تكون موجودة عندنا الايو سيكسين بوينتوين الاوهي الانو خش او ستور هنا مثل ما نشوف المحتوى داخل التطبيق هذه الشيء الجديد الان موجود فتشغيل التطبيقات في الخلفية رح تكون موجودة عندنا تشغيل التطبيقات في الخلفية تلقائي لتنزيل المحتوى قبل فتح التطبيق فهذا الميزة الجيدة تقدر تشغيل تقطة فيها بكيفك وتوقع ان ترجمة كويسة طبعا في المحفظة اذا كان عندك ابل كارد اذا كانت في امريكا طبعا رح يكون عندك هنا رح يزدون خيار جريد لابل ان تقدر تستثمر ومشتريت حديقة كل شيء طبعا اشخاص اللي عندهم امريكا هنا هذه الشيء ما رح تكلم عنه كثير لكن هذه اكثر الميزات اللي رح تكون موجودة في الايفون وبرضو في ميزة هذا بالنسبة لي اهم ميزة الاوهي لو تخشي العلدات تخشي الايكلاود العائلة اللي عندك تقدر في نفس الصور هنا في الايكلاود وتخشي هنا رح تشوف خيار لحق مشاركة مكتبة الصور مثل ما نشوف هذا الخيار اذا شغلت عندك والعائلة عندك كل شيء موجودين اذا طلعت ومثلا ماشي تمشي او شيء وتشقل هذا الخيار عندك هنا خلاص اي صورة تصورها راح تشاركون مع بعض كلكم في البوم صور مشترك طبعا اذا كنت مش عائلة وانت مشارك مع اشخاص تمنى الشخص اللي بيشارك معاك هذا الشيء يكون عنده الذاكرة او مثلا انا مشارك مع العائلة انا اللي عندي الايكلاود وانا عندي المساحة الكبيرة اللي عشان اهم ما يخضون عندهم مساحة ماذا عندهم مساحة هم مش شخص عنده مثلا خمسة قيقة بيشارك معاك انت يعني راح يكون اللعب علي او الذاكرة اللي بتاخذونها من اوهو فخمسة قيقة ما راح تكفي واذا دخلت هنا في الصور اللي عندك في الجهاز ونروح الصور عندك هنا راح تشوف الخيارات هنا مثلا الخيارات المكتبة الشخصية هذا المكتبة لحقتك انت او المكتبة لحق المشارك مع العائلة الضغط هنا وراح تشوف الصور وفيديوات المشارك مع العائلة ما قدر افتح لكم هنا الان وهنا الكل فالكل مخبوص في كل شي فحركة هلوة ما يطلع بره ما يحتاج لو بطلعون سفرة بطلعون اي مكان طالعين شقر هذا الخيار وصوروا براحتك وتدري ان العائلة راح يصور من الصور نفسه ويقدرون يحفظون ويقدرون يحذفون الصورة اذا حذفوا الصورة من عندهم راح تنهذف من عندك اذا عدلوا الصورة يعني كلكم في الابوم واحد وكلكم مؤثرين على الابوم نفسه فبس وفي نهاية فيديو هذي النسخة ورح تنزل ان شاء الله مثل ما قلت لكم الاثنين القادم اللي هي الايو اس 16.1 وهي برضو نفسه اللي رح تنزل لحق الايباد فالايباد نفسه رح يوصل للايباد اس 16.1 مع هذي الميزات ومع ميزات الايو اس 16 او الايباد اس 16 كلها اللي تكلمنا عنها من زمان الاشخاص اللي ما شافوا ميزات الايباد اس 16 اتمنى ان يشوفون في الوصف الفيديو نفسه ميزات الايباد اس 16 طبعا هي بالضبط نفس ميزات الايو اس 16 وزيادة عليه شوي من ايباد اس ويأخذ جميع ميزات الايو اس ويزيد عليه شوي فبنا هذه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة واشتراك في حسابي سناب تشات شيرا وضغطكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسون الوضعاكم والسلام عليكم شكرا اشتركوا في القناة